تخليدا لذكرى الحادي عشر من مارس وهو يوم تأسيس حزب الحركة الوطنية القارئة التي يقضى عليها 27 عاما منذ تأسيسها قام الأمين العام للحزب محمد زين بدا عباس برفقة عدد من معاونيه بذيارة للمستشفى المركدي لمدينة جمينة وقلال الذيارات تم تقديم هدايا للأطفال حديثية لولادته بالمستشفى محمد بشير عثمان الحادي عشر من مارس 1990 الحادي عشر من مارس 2017 27 عاما بالتمام من تأسيس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS بباميناء والذي يوافق سنويا الحادي عشر من مارس وبذلك قام الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ MPS محمد زين بدا وبرفقته أعضاء المكتب الوطني السياسي والمجلس الوطني السياسي وبعض من مناضلي ومناضلات الحزب ببادرة حسن نية بزيارة إلى مستشفى الأم والطفل بهدف توزيع حدايا للأطفال حديثية لولادة تزامنا مع هذه الذكرى الخاصة بالحركة الوطنية للإنقاذ المكتب التنفيذي السكرتريا جنرال MPS قالت اليام ده واجب ما نخلوه ساكن وواجب نأيدو والإيد كان قلنا نجو في المستشفى نشوف الأولاد والبنات والدوم في نفس الوقت اليوم ذكرنا إشان ننتم مدية حان الحاجات التي نشوفها قدامكونا إشان الأولاد ده كل يذكروا وتعرفوا أن الحزب MPS في رأسها الرئيس إدريس ديبي نحن هم بجابة ديمقراسية وفي الدمقراسية ده شوفت أمل كثير كان في البلد هذا وقام الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ برفقة مساعده وبعد من رفاق الدرب الطويل بتفقد بعض من هؤلاء الأطفال داخل الصلاة ووزعوا لهم هدايا رمزية تعبروا أن مدى الأهمية الذي يليها الحزب للمواطنين في جميع مجالات الحياة من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية